مبارح وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة أعلانة منظمة التعاون الإسلامي فوز مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بالمنظمة العام 2026 وده خلال أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة واللي بتوقعت حاليا في أسباكستان خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ عادل الجندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والأثار صباح الخير على حضرتك شكرا عليكم لو قلنا كده أنه في عوامل سهمت في فوز القاهرة بلقب عاصمة السياحة للدول الأعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2026 هتكون إيه هي هو يمكن أول عامل هو قوة القاهرة تعاليا بالموارد السياحية لفيها زخم كبير جدا جدا بأول عنصر القاهرة بتسمى مدينة الألف مأزانة هو حاليا طبعا تتعدى المليون مأزانة لكن هي مشهورة بهذا اللقب المدينة التي لا تنام مدينة القاهرة مدينة صحية حية فعالة شغالة ليل ونهار زي ما نقول القاهرة بتحويق كثير من العناصر زي العناصر الإنسانية كلنا بنتمشى على كورنيشن نيل في القاهرة كلنا بنحب نمارس التقوص والعداد المطرية في أحضائق القاهرة ومتنزهات القاهرة فيها أكبر معلم أسري وأحد عجائب الدنيا السبعة اللي هي الأهرامات لأننا نتحدث عن القاهرة الكبرى مش بيكلم عن المدينة بس القاهرة فيها مصارات روحانية وإنسانية كثيرة مصار العائلة المقدسة مصار آل البيت الكثير من المتنزهات الموجودة في القاهرة وده من ضمن الجهود اللي بتعملها الوزارة في إحياء هذه المصارات حاليا دي الموارد قوة القاهرة في حد ذاته كان أهم عنصر لفوض القاهرة ثانيا إعداد الملك هنا بقى النقطة الكبيرة اللي احنا لازم نشير لها أن مصر حاليا أصبحت قادرة من خلال الكوادر تم تدريبها واكتسبت خبرات تراكمية في إعداد الملس بس الدولية الوزارة مؤسسة في الإدارة الاستراتيجية استطاعت أنها تعد الملس يمكن للمرة الثالثة على فكرة نكسب جائزة عالمية احنا كسبنا لكذا جائزة أفضل القرص تياحية ريفية في العالم مرتين ونفسنا بيها أكبر الدول مهم جدا نشير إلى أن منظمة التعاون للدول الإسلامية دي فيها توركيا وفيها ماليزيا وفيها إيران وفيها دول أفريقية متقدمة دلوقتي كون مصر تكسب هذه الجائزة أولا ده بيدي مدلولين أن فعلا مصر قوي جدا الوزن النسبي السياحي والتاريخي للقاهرة يتخطأ الكثير من مدن من مدن المنظمة بل هو من مدن العالمية العنصر الثاني المهم جدا أن احنا قادرين حاليا نحن نفس على المستوى الدولي ونفس دول قوية ليس الدول صغيرة الحاجة المهمة الأخرى أن القاهرة بهذه الجائزة بنصبت أنها تتخطى تأثيرها الإقليمي إلى تأثير كوني تأثير عالمي أصبحت القاهرة دلوقتي ذات ثقل سياحي عالمي مش بس في إقليم الشرق الأوسط ولا شمال أفريقيا ولا ما بين الدول العربية بل أصبحت القاهرة بتنافذ على المستوى العالمي في الكثير من مناحي الحياة دي جائزة مهمة جدا جدا ويمكن من القادريات اللي دايما بصراحة ربنا نعلم به على مطر أن يوم واحد ستة هو دخول العائلة المقدسة وبصفة المناطق الوطني للمشروع القومي ده ويوم واحد ستة فازت القاهرة عاصمة للمدن الإسلامي هذه المفارقات مدهشة أنه فعلا دي رسائل من الله سبحانه وتعالى لكن خلينا نؤكد يا سيد عادل أنه فوز القاهرة بهذا اللقب لم يكن صدفة مجود كبير وزي ما حدق قلت أننا تعبنا في إعداد هذا الملف اللي مبني على حاجات على أرض الواقع اهتمام الدولة بهذا الملف بشكل عام بإنشاء متاحف جديدة بتطوير المناطق السياحية الأثرية المتنوعة اللي موجودة في مصر إزاي إحنا في الوزارة هنستثمر هذا اللقب ونستغله هو في الحقيقة برضو زي ما حالك قلت كده إذا كانت جيدة فعلا جهود كبيرة جدا من أهم هذه الجهود الأول بها الوزارة هو إعداد ما يسمى الكايروسيتي بريك كايروسيتي بريك هي المسارات التاريخية والتياحية الموجودة في الفاهرة الكبرى اللي بنعتمد عليها كمنتج كبير جدا هيؤدي إلى وقراط في حياة ضخمة الوزارة في الفترة الأخيرة اهتمت بكل الموروث الأسري والتاريخي في الفاهرة بإزداد من ترميم للأثار والمتاجد لكل شوية بنسمع أن الوزارة انتهت من تطوير مثل السيدة الزيناء انتهت من تطوير مطاقات القلعة انتهت من تطوير السيدة عيشة أو غيرها الوزارة انتهت من تطوير وطرميم وإعداد المنصارات بها البينية دي مهمة جدا عشان كده احنا بنحطي كنصية مسارات عن انفقال مبين مسارات آل البيت من أول دي مع عمر السيدة عيشة والستيدة نفيسة للأثر والحصين حاليا ويحنا شايفين وقلتها الوزارة بتعمل خان جديد مثلا على صور مجرى العيون أصبح فيه منتصل يعني كل دي جهود وزارة وجهود تنموية اللي أنا بحكيه حضرتك دون يعني ما قبل 10-15 سنة ما كانش موجود الجهود المؤخرة اللي عملتها الوزارة في إطار اهتمام الدولة كلها كمنظومة شاملة يعني وزارة التياحة تمام محلية وبعض المؤسسات الحكومية كلها تضمنت على أنها تشتغل في إظهار الصورة الحقيقية للمنتج السياح المصري ويمكن هيئة الرسالة الجديدة الحاجة الثانية فعلا نحن دلوقتي يعني بطراحة أقدر أقول أن دلوقتي الكوادر الحكومية فاضرة على إعداد ملفات أنا ما قلت حاجة تنافس عالميا وده جاي نتيجة نجاح الهيكلة الجديدة اللي عملتها الحكومة في الوزارات إنشاء إظهارات وحدات جديدة تعتمد على بناء الكوادر البشرية العمليات التدريبية للعنصر البشري في الحكومة المصرية أصبح دلوقتي يضاهي بل ويفوق في بعض الأحيان القطاع الخاص يمكن دي كلها تلائل على نجاحات كثيرة جدا جدا إحنا كلنا سعاداء بيها وذي ما بنقولها دي مصر بنسها وكوادرها ومعلمها السياحية يعني لقب مهم جدا فازت بالقاهرة ونتمنى أكيد وزارة السياحة هتستغل هذا اللقب لجذب يعني عدد كبير من السياحة المهتمة بالجزء الديني والثقافي يعني تتميز بالقاهرة كل شكر لك الأستاذ عادل جندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والأثار ترجمة نانسي قنقر